لماذا النخبة الجزائرية دليلة وخانعة ومع الحاكم ظالما أو مظلوما هي لا ليست كل نخبة الجزائرية والدليل قرأت لك قبل قليل قرأت لك مقطع من بعض خوطة اللي في الداخل واللي كتبوا مقطع يعني تحدثوا فيه عن مرارة الحقيقة ووصفوا الواقع باختصار ولكن بكثير من الدقة أكيد لكن صراحة صحيح تاريخيا النخبة الجزائرية تاريخيا النخبة الجزائرية ضعيفة وفي الغالب اللي كانوا يقوموا بالثورات والتغيير كان جزء من النخبة المثقفة والجزء الأكبر من النخبة الشعبية أو من الناس العاديين الشعبية إذن لا تنتظروا لأنه علاش وهذه عقلية درتها فرنسا وتباحها من نظام الجزائر نظام الجزائري يعرف يرمي العظام لمن يريد أن يكدد العظام واحد يشريه بمنصب دكتور في الجامعة وهو ما عندوش مستوى تارمينال واحد أخرش يعرفي مستوياتهم واحد يشريه بصالير واحد يشريه بسيارة واحد يشريه بلوجمو بالرغم من أنه لو كان يوطيح بالعصابات ويساهم في طاقت العصابات قاع الشعب الجزائري واللي لبس عليه يعني الجزائر عندها إمكانيات هائلة الجزائر لديها إمكانيات هائلة باش الناس يعيشوا ما نقولش قعد الناس يعيشوا أغنياء لكن الناس يعيشوا مستورين لبس عليهم مرتاحين في حالة معقولة إذا كانوا الجزائريين في الثمانينات كانت الأمور إجمالاً معقولة ولبس عليها كيفاش الآن الآن نرى أننا إمكانيات أكثر لكن فقط يعني للإنصاف مش كل النخبة الجزائرية ذليلة وضعيفة إلى آخر لكن كين ضعف كين ضعف وكين جبن وكين تردد كين هذا موجود وأنا نعرفه أنا عند تجربة في 30 سنة قريب 30 سنة في هذا المعركة ترجمة نانسي قنقر